للأسف هناك احتجاجات في كل العالم وليس في البرازيل وحدها في الصين، في اليابان، في أوروبا هناك أيضا احتجاجات إنها مشكلة سياسية بالطبع إنه ليست توقيت المناسب لنا لقيام هذه الاحتجاجات لأن لدينا الفرصة لإقامة ثلاث بطولات جيدة كأس القارات وكأس العالم ثم بعدها لدينا دورة الألعاب الأولمبية هذا أمر مهم للبلاد ولكن للأسف الأزمات السياسية طاغت على المونديال وأعتقد أننا سننجح في تنظيم كأس العالم بشكل جيد وسوف نلعب في النهائي ونكون سعداء للغاية هناك فارق بسيط للغاية لكن الوضع متطابق تقريبا الحديث يدور حول نجم كبير في منتخب البرازيل عام 58 كنت في السابعة عشرة من العمر أما نيمار ففي الثانية والعشرين ويلعب في أوروبا أعتقد أنه يعاني ضغوطا قوية لأن الجميع يتوقعون أن يفوز نيمار بكأس العالم للبرازيل من يفوز بكأس العالم هو الفريق وليس لاعبا واحدا إنه لاعب جيد ولكنها مسؤولية ضخمة أن نتوقع الفوز بكأس العالم منتخب البرازيل بحاجة للاعب وسط أعتقد أن ليونيال ميسي سوف يكون لاعبا جيدا للبرازيل لأن لدينا مشكلة صغيرة في خط الوسط ترجمة نانسي قنقر